موسيقى أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مشاهدين وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار نقدمها لحضراتكم من قناة حضر موت الفضائية والبداية بأبرز العنوين موسيقى وزير الخارجية يثمن التدخلات الإنسانية والإغاثية لدولة الكويت في اليمن موسيقى أفواج الحجيج بوادي حضر موت تنطلق من مدينة سيئون إلى مكة المكرمة موسيقى شهداء وجرح بقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة موسيقى موسيقى وإسهامها في التخفيف من المعاناة الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني جاء ذلك خلال لقائه على هامش الاجتماع الوزاري للدورة العاشرة لمنتدى التعاون العربي الصيني وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها واستعرض الوزير الزنداني تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار بدوره أكد وزير الخارجية الكويتي دعم بلاده الثابت للحكومة والشعب اليمني والجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن اختتمت الإدارة العامة لبحث التنمية الإدارية والتدريب بساحل حضر موت بمدينة المكلة البرنامج التدريبي حول الإدارة المالية لموظفي السلطة المحلية واستهدف البرنامج التدريبي قرابة ثمانين موظفا وموظفا من السلطات المحلية بمختلف مدريات ساحل حضر موت على مدى ستة أيام ويهدف البرنامج للتخطيط السليم للموارد المالية وإدارة المشتريات والمخازن والرقابة المالية ومكافحة الفساد إلى جانب تنمية الموارد المحلية لسلطات المحلية بالمدريات وشدد الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمق على ضرورة الاستفادة من معطيات البرنامج من خلال المساهمة في تطوير الإرادات المالية المحلية ثمنا جهود المنظمات الدولية والمحلية واهتمامها بتأهيل الكوادر المحلية دعا الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمق الكادر التربوي والتعليمي بساحل ووادي حضر موت إلى تغليب المصلحة العامة والعمل على تهيئة الظروف لخوض اختبارات شهادة النقل الأساسي والثنوي وشهادة إنهاء المرحلة الثنوية للعام الدراسي الحالي جاء ذلك خلال ترأسه بالمكلة اجتماعا لقيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وأوضح العمق أن السلطة المحلية تستشعر حجم المرحلة التي تتطلب فيها تظافر الجهود وتحكيم صوت العقل مؤكدا المضي قدما في استكمال إجراءات الامتحانات النهائية لمرحلة الشهادة الثنوية العامة للعام الدراسي الحالي وفق المواعيد المحددة شاهد المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضر موت العميد مطيع المنهالي عرض تخرج الدورة التدريبية لعدد من عناصر الأجهزة الأمنية في مركز العلي بمدينة الشحر وأشهد العميد المنهالي بالدورات التي تصب في مصلحة أمن حضر موت مشيدا بجهود رجال الأمن في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وشهد الحفل عرضا عسكريا للجنود المتدربين في الدورة وتكريم الجنود المبرزين وافتتح العميد المنهالي بمعية المدير العام لمديرية الشحر عادل باعكابة مركز السوق الأمني الذي تم إعادة تأهيله من قبل السلطة المحلية انطلقت من مدينة سيئون صوب المملكة العربية السعودية أفواج الحجيج من وادي حضر موت برحلات برية تتبعها رحلة جوية عبر مطار السيئون الدولي في تفويج منظم ومرتب للحجيج هذا العام المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي في فوج موحد يجتمع الحجاج من مختلف مناطق وادي حضر موت في مدينة سيئون معلنين بداية رحلتهم المقدسة إلى مكة المكرمة بالأهازيج والدعوات والقلوب المفعمة بالأمل والتقوى حيث يودع الأهالي ذويهم متمنين لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا يفوج اليوم ما يقارب من مئة وتسعين حاج إلى الأراضي المقدسة بالبر ستنطلق هذه الحملة بعد لحظات مكونة من أربع باصات نقل سياحي سيفوج اليوم ويوم غدد بعدد حوالي مئتين وثلاثين حاج وسيمكنون إن شاء الله في البقاعة المقدسة حوالي ثمانة وعشرين يوم إما للأيام اللي بيبقون فيها هناك ينطلق الحجاج الميامين في رحلة إيمانية متجهين إلى بيت الله الحرام ترتفع الأكف بالدعاء وتتعالى الأصوات بالتلبية لبيك اللهم لبيك في رحلة برية انطلقت اليوم من مدينة سيئون وتتبعها رحلة جوية تنطلق من مطارها الدولية في هذا اليوم المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى فيه التوفيق والتيسير نغادر بلدنا الحبيب أرض اليمن سيئون إلى المملكة العربية السعودية مكة المكرمة بلاد الحرمين الشريفين وكلنا شوق إلى لقاء بيت الله الحرام حقيقة هذه الجموع التي تودع ما هي إلا دليل على هذا الشوق الكبير لأداء هذه الفريضة العظيمة التي هي ركن من أركان إسلامنا وديننا والواحد يشتاق لكن الله تبارك وتعالى يصطفي ويختار من يشاء من عباده لا شك أن الأجواء قد هيئت ورتبت في خطة متكاملة شاركت فيها كل الجهات ذات الإختصاص بتوفير وتهيئة الأجواء لحجاج بيت الله الحرام لحظات الوداع والأمل مرافقة الحجيج في كل خطوة على طريقهم إلى الحرم المكي الشريف أمليات هؤلاء المودعين لأهاليهم أن يعودوا إلى أرض الوطني سالمين غانمين معافين كما ولدتهم أمهاتهم بعد أداء واحد من أركان الإسلام غرقت سفينة هندية على بعد ثلاثين ميلا بحريا من جزيرة سقطرة كانت قادمة من صلالة بعمان وكانت السفينة محملة بستمائة طن من الإسمنت وعلى متنها تسعة بحارة من الجنسية الهندية وتمت عملية إنقاذ ثمانية من أفراد الطاقم تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة في حين لا يزال بحار واحد مفقودا اختتمت بمدينة سيئون الدورة التدريبية المهنية في صناعة البخور والعطور التي مولتها مؤسسة حضر موت تنمية بشرية ضمن برنامج الحياة عمل بنسختها الثالثة عشر واستهدفت الدورة خمس عشرة متدربة من الكفيفات وذويهن من جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين بوادي حضر موت لإكسابهن مجموعة من المهارات الحياتية التي تمكنهن من تحسين مستوى أسرهن المعيشي والتغلب على الظروف المعيشية الصعبة وأكد وكيل وادي وصحر حضر موت عامر العامري أهمية البرنامج لتحسين سبل العيش لدى المستفيدين وتحولها إلى أسر منتجة ومعتمدة على ذاتها وشهدت فعاليات اختتام الدورة عرض بازار من أعمال المتدربات من البخور والعطور بأنواعها وألوانها المختلفة إلى جانب تقديم عدد من الفقرات المعبرة اليوم نختتم من برنامج الحياة عمل بدورة الصناعة البخور والعطور الذي استفاد من الدربات 15 متدربة من الكفيفات وذويهن الهدف من المشروع يهدف إلى إكساب مهارات مهنية تعيهن على فتح مشاريع صغيرة والاندماج في السوق المحلي والمجتمع بإيجابية وفعالية نحن اليوم في اليوم الثاني من دورة تدريب البخور والعطور إن شاء الله عدد المتدربات 15 متدربة يكون في الدورة هذه إن شاء الله دروس قوية وكثير نسوي دروس مثل البخور العدني والبخور المشحم الأخضرين المخمرية الفرنسية إلى شبوى حيث أقام مكتب الصحة بمحافظة شبوى والبرنامج الوطني لمكافحة التبغ احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت شعار الحياة بدون تبغ الذي يصادف الحادي والثلاثين من مايو من كل عام وأكد وكيل المحافظة عبد القوي لمروق ضرورة استمرار جهود نشر التوعية المجتمعية حول أضرار ومخاطر التدخين مشددا على ضرورة اطلاع المؤسسات التعليمية المختلفة بدورها ومسؤولياتها في نشر الوعي بين الطلاب من جانبه استعرض منسق البرنامج الوطني لمكافحة التبغ صالح المحيغني أبرز الأنشطة والفعاليات الرياضية والتوعوية التي شهدتها المحافظة هذا العام مشيرا إلى أبرز مخاطر وأضرار التدخين في الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية فلسطينيا وفي اليوم السابع والثلاثين بعد المائتين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واصل جيش الاحتلال مجازره في مناطق عدة وكثف غاراته على رفح بالتزامن مع تصعيد حملة اقتحاماته مدنا عدة بالضفة الغربية واستشهد سبعة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة أما في مدينة رفح فقد نسفت قوات الاحتلال عددا من المباني كما استهدفت بالقصف المدفعي عددا من الأحياة في تل زعرب غرب المدينة وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع عدد الشهداء بين طواقمه إلى تسعة عشر شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بعد استشهاد اثنين من طواقمها في قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة من جهتها أكدت وزارة الصحة بالقطاع المحاصر ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى ستة وثلاثين ألفا ومائة وواحد وسبعين شهيدا وواحد وثمانين ألفا واربعمائة وعشرين مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي تحطمت طائرة من طراز F-35 قيد التطوير واشتعلت فيها النيران بعد وقت قصير من إقلاعها بالقرب من قاعدة جوية في ولاية نيو مكسيكو جنوب غرب الولايات المتحدة وأظهر مقطع فيديو التقط من موقع الحادث حطام الطائرة باحترق على أحد التلال على جانب الطريق بالقرب من القاعدة الجوية وقال مسؤولون إن طيارا بالقوات الجوية أصيب بعد أن قفز من طائرة F-35B التي تحطمت بعد التزود بالوقود في قاعدة كيرتلاند الجوية وأضافوا أن الطيار تمكن من الخروج وتم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة فيما أصيب مدنيان آخران وتم إسعافهما في مكان الحادث رياضيا توج أولمبياكوس اليوناني بدور المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه القاتل على فيورنتين الإيطالي بهدف النظيف في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب آيا صوفيا ويدين أولمبياكوس بالفضل في فوزه وتتويجه باللقب إلى لاعبه المغربي أيوب الكعبي صاحب هدف المباراة الوحيد وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لخوض وقت إضافي من شوطين ونجح أولمبياكوس في تسجيل الهدف القاتل في الدقيقة السادسة عشر بعد المئة ختام النشر مشاهدين إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء وزير الخارجية يثمن تدخلات الإنسانية والإغاثية لدولة الكويت في اليمن أفواج الحجيج بوادي حضرموت تنطلق من مدينة سيئون إلى مكة المكرمة شهداء وجرحة بقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لختام النشر مشاهدين الكرام تقبلوا تحياتي وتحياتي الزملاء فريق العمل ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أتحضرموت تيفي في أمان الله اشتركوا في القناة